طبعا المباراة ان شاء الله هتكون بحضور 50 ألف مشجع من حضراتكم مجلس دارة النادي برئاسة كابتل محمود الخطيب وجه الشكر والتحية لسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولكل القيادات الأمنية على مساندتهم للفريق طبعا الأهلي في مهمته الوطنية وكمان موافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر كم ممكن مسموح بي من الجماهير اللي هم في الحالة دي 50 ألف مشجع لمؤذرة ومساندة الفريق ان شاء الله في موراته المهمة جدا أمام الهلال السوداني في دولي أبطال إفريقيا المحضر ده زي ما أعطيكم من شوية الأول من إبريل في استاد القاهرة الدولي أكد النادي الأهلي على اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير اللي بيبزوله كل رجال الأمن في كافة المواقف وكل اللي بيتحملوه من مسؤوليات لدعم المؤسسات الرياضية خاصة عند تمثلها للبلاد في المحافل القرية وطبعا الكلام ده ينطبق إلى حد بعيد عن النادي الأهلي بحكم أن هو اللي دايما بيبقى مشارك فيه يعني فعاليات متورات دولية مختلفة وبيشارك مش بس باسم النادي الأهلي بيشارك بطبيعة الحال كممثل عن كرة القدم المصرية